بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعده الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي أتحدث فيه أو خصصته في هذه الحلقات عن الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وذكرت بعض الآفات التي اترتبت على الاحتلال وأواصل لأهمية هذا الأمر ولخطورته ولبيان كيف يصنع الاحتلال الأجنبي إذا نزل بلدا من بلدان إسلامية وهذا حتى نحذر الوقوع في براث احتلال اليوم عندنا العراق محتل عندنا فلسطين محتلة عندنا دول إسلامية محتلة مثل كشمير مثل فطاني مثل جنوب فلبين مثل الشيشان يعني ما نتحدث من فراغ نحن ولا نتحدث حديثا من الماضي إنما هو حديث الواقع الذي يصنع صنع في مصر قبل مئة سنة يصنع اليوم في العراق ويصنع في فلسطين ويصنع في فطاني ويصنع فطاني جزء من تايلند لمن لا يعرف اين فطاني جزء من تايلند اليوم على الحدود الماليزية يصنع في الشيشان في القوقاز يصنع في كشمير يصنع في جنوب فلبين يعني الحديث موصول والتجارب مستمرة والعبر والعظات كثيرة في هذه القضية إضافة إلى أن هذا المحتل الذي دائما صدع رؤوسنا الغرب صدع رؤوسنا بالحقوق الإنسان والمحافظة على الحقوق الإنسان والحضارة والإنسانية وجدنا أنهم أبعدوا ما يكونون عن حضارة وعن الإنسانية وحقوق الإنسان إذا تعلق الأمر بمصالحهم هنا لا حضارة ولا حقوق إنسان ولا نواحي إنسانية ولا شيء على أطلق أبدا إذا تعلق الأمر بمصلحة الغربي والأمريكي والأوروبي فكبر على حقوق الإنسان وكبر على الحضارة والإنسانية وكل هذه المعاني ورأيناها مرارا رأينا القنابل التي تنزل على رؤوس إخواننا في أفغانستان وفي العراق قنابل هائلة تنزل بدون تمييز على الذكور والإناث والكبار والصغار والشيوخ والعجزة أين حقوق الإنسان؟ أين الرأفة والإنسانية؟ فيما يجري في فلسطين محاصرة غزة اليوم وما يجري بيت المقدس من تجريد لمقاومات الإخوة في فلسطين في بيت المقدس والتهويد بيت المقدس أين حقوق الإنسان؟ أين اليونسكو والمنظمات الثقافة العالمية ما تتكلم ولا تتحدث؟ السبب يسير جدا هو أن الظلم واقع على مسلمين فإذا وقع الظلم على مسلمين فلا بس لكن لو وقع الظلم على النصراني في غابة في أقصى الدنيا إلى قامة الدنيا وما قعدت المهم نعود إلى موضوعنا في هذه الحلقة وهو أثر الاحتلال على التعليم ماذا صنع الاحتلال بالتعليم في مصر؟ وهذه قضية مؤسفة وقضية مؤلمة وقضية خطيرة يعني أولا كان إلى دخول الاحتلال الإنجليزي إلى مصر كان التعليم مجانيا متاحا لكل طبقات الشعب المصري فالذي صنعه هذا الاحتلال أن ألغى بالتدريج التعليم المجاني فأبقاه محصورا إذن في الطبقات القادرة فصارت أكثر أكثر الشعب المصري وأكثره كان عند خط الفقر أعلى قليلا أقل قليلا صار غير قادر على التعليم مين الذي وقع ضحية هذا؟ الفلاح المسكين الفلاح صار ما يتعلم ولا يستطيع أن يتعلم لأن ما يستطيع أن يدفع التكاليف وبالكاد يدفع التكاليف لأن يوفي دينه وربى الديون ووضعه صعب كما بيّنت في حلقة ماضية فكيف يستطيع أن يدرس خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة من أولاده بالمال؟ ما يستطيع فلذلك هم قوم مكرة في مكر عجيب في الوقت نفسه الذين هم ألغوا التعليم مجاني للفلاح سمحوا له بالاتحاق بالجيش فصار الجيش من يأتيه؟ يأتيه طبقات الفقيرة طيب طبقات غنية تدفع مقابل أن لا يتدخل للجيش فصار الجيش مكونا من الفلاحين الصغار الضعاف الفقراء الذين نفوسهم ما تقوى على مجابهة هذا الضابط الإنجليزي الكبير الذي له هيبة له كذا ومتعلم ومثقف ويرطن أمامه فما يستطيع فلاح مسكين ليس متعلم أصلا ليس متعلم حتى العربية والأقل الأمور الحساب وغيره فضرب الإنجليز عصفوريني بحجر واحد أتوا بجيش ضعيف مصري سهل السيطرة عليه وفي الوقت نفسه منعوا الفلاح من التعليم حتى لا يعرف حقوقه حتى لا يرتقي الفلاح المسكين في سلم المدنية ويصبح واعيا فاهما مدركا لما يجري من حوله حتى يظل عبدا للمطامع الإنجليزية طوال حياته هذا هو الواقع طيب وحل المشكلة الأخرى توضعوها أنهم وضعوا المدرسين الإنجليز مكان مدرسين مصريين يعني جاءوا بمدرسين من إنجلترا ليحلوا محل مدرسين المصريين كان مدرسون الإنجليزيون هؤلاء معفيين من التقارير المفتشين وإذا كتب عليهم تقرير لو أثر فيهم شيئا والسبب أن الحكومة احتلال تريد هؤلاء أن يكونوا موجودين وهناك نقطة لكنها أيضا حقيقة ومؤلمة أن مدرسين مصريين ضبط في الفصل وهو يدخن فكتبوا التقرير وأوصى بفصله لكن مدرس بريطاني ضبط في الفصل وهو بيد زجاجة خمر يشربها وفي حالة سكر وحالة هياج ومع ذلك لم يصر له أي شيء والسبب طبعا كما نعود ونقول أن إرادة البريطانية هي تمكين المدرس الإنجليزي في مصر وإحلاله محل المدرس المصري والعجيب أن بعض المدارس في بعض النواحي كان عدد فراد الإدارة والمدرسين أكثر من عدد الطلاب لأن في نواحي فقيرة فما كان يلتحق فيها العدد القليل والقليل جدا أما الميزانية فاسمعوا كانت الميزانية في 1882 ميلادي 1299 هجرية كانت الميزانية 100 ألف جنيه تدفع على التعليم في السنة ومبلغ ضخم يعني نسبيا في الآن ذاك مبلغ ضخم بعد سبع سنوات في 1889 كانت الميزانية أقل من 70 ألفا تصوروا بعد سبع سنوات الميزانية أقل من 70 وقبل سبع سنوات الميزانية 100 ألف فهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على تقليص الميزانية سنويا المصرفة للتعليم مع أن هناك زيادة في عداد الطلبة وزيادة كبيرة من عداد طلبة يعني مرشحين ليكونوا طلبة لكن هكذا الأمر أيضا نحط التعليم في المدارس الثانوية وتضاءلت قيمته هنا فضيحة يقول الأستاذ إدوارد لامبير ناظر مدرسة الحقوق الخديوية سابقا وهذا طبعا كان أحد الضحايا من إنجليز هذا الفرنسي هذا فرنسي لأن أخرجوه ووضعوا إنجليزيا مكانه يقول سنة 1907 وكان عضوا يعني بعد الاحتلال بربع قرن كان عضوا بلجنة امتحان شهادة الدراسة الثانوية يقول كنت عضوا بلجنة امتحان القسم الأدبي من البكالوريا المصرية فاقتنعتوا بأن مستوى التعليم عندكم يعادل بوجه التقريب يعادل بوجه التقريب التعليم الابتدائي في فرنسا تصوروا الآن شهادة ثانوية شهادة ثانوية تعادل على وجه التقريب التعليم الابتدائي في فرنسا وهذا يقوله إدوارد لامبير الذي كان حريصا على المصريين محبا لهم ناظر لمدرسة الحقوق ويقول هذا الكنان وهو عارف بما يقول ولجأ الانجليز أيضا وهذه نقطة خطيرة ومهمة إلى إلغاء المدارس أيضا تدريجا سواء المدارس الدائية الثانوية أو المدارس العليا كما سيأتي وبلغ عدد الأطفال الذين يدرسون في مرحلة ابتدائية مائة وخمسة وستين ألف طفل في شعب يزيد سكانه عن 12 مليون مائة وخمسة وستون ألف طفل فقد لزنوا دراسة ابتدائية وهذه فضيحة وبلغ سكان مصر لما كانوا أحد عشر مليون لم يستطع القراءة والكتابة من أحد عشر مليون غير ستمية ألف فقط ستمية ألف فقط لا غير والباقي لا يستطيع القراءة والكتابة لأنهم ضيق عليهم التعليم تضييقا كبيرا في كل ألف من المصريين كان يستطيع القراءة والكتابة من الذكور خمسة وخمسون ومن الإناث ثلاثة ثلاثة فقط من الإناث وخمسة وخمسون في كل ألف من المصريين وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا المدارس طبعا المدارس أغلقت وكثير منها أغلق مدارس الثانوية بقيت عدادة قليلة وقليلة جدا انحط مستوى أكثر مدارس اجدائية إلى مستوى الكتاتيب وكان قد بلغ شأوا عاليا في زمن إسماعيل وسعيد التعليم كما سبق أن ذكرت في مزايا عهد إسماعيل ومزايا عهد سعيد الخديو إسماعيل وخديو سعيد وهذا طبعا كله بتخطيط بريطاني ماكر وماكر جدا أما في التعليم العالي أما في التعليم العالي فلم يبقى من المدارس العليا سنة 1910 سوى أربع مدارس فقط هي المدارس الحقوق والطب والمهندس خانة يعني الهندسة والمعلمين وانحطت برامج التعليم في هذه المدارس الأربعة لتخرج موظفين يخدمون الإدارة البريطانية وأغلقت المدارس المهمة التي أنشئت من عهد إسماعيل وكانت من أرقى المدارس الصناعية وكان متخرجون فيها يؤدون عمل المهندس الميكانيكي والمهندس الرياضي معا ألغيت تلك المدارس وأيضا أوقفت البعثات إلى أوروبا وطبعا البعثات الكلام الطويل الذي تكلمته عن البعثات أيا محمد علي ما أريد أن أعيده الآن بمزاياه ونقائصه كان هناك المزايا الابتعاث ونقائص الابتعاث لكن على أي حال في السنين الأولى الاحتلال في سنوات عديدة لم يبلغ عدد الطلاب الذين بتعثوا سوى عشر طلاب فقط عشر طلاب في بضع سنوات من الاحتلال وهذا أيضا أمر خطير وخطير جدا انظروا ماذا صنعوا في الحقيقة هؤلاء قوم خطيرون وخطيرون جدا كيف صنعوا بالمدرسين قسم المدرسين إلى قسمين قسم لغة العربية والدين وقسم للطب والهندسة إلى آخره وسآتي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى على صنيع في هذين القسمين فابقوا معنا السلام عليكم مرة أخرى يا إخوة والأخوات بعد الفاصل ماذا صنع الاحتلال الإنجليزي الماكر بهذين القسمين القسم الذي فيه المدرسون من اللغة العربية والدين هذا كان المرتبات لا تصل إلى ثلث مرتب القسم الآخر في مدرس الجغرافية مدرس الرياضيات مدرس العلوم مدرس يعني بأسماء الأولى المعروفة أنا ذاك لهذه المواد يتقاضى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه مدرس اللغة العربية أو الدين فمن ذا الذي يريد بعد ذلك أن يكون مدرس اللغة العربية أو دين لأن المرتبات كانت تتفاوت ذكرت لكم مرتبات الآن ربما يعني بعض أحيان في الزمن الأول كان يأخذ المدرس أربع جنيهات مدرس للغة الإنجليزية ومدرس الرياضيات أو الحساب مدرس للعلوم بينما مدرس الدين أو اللغة العربية أخذ جنيها وعشرين قرشا انظروا الفارق الكبير لما ارتقت المرتبات فكان يأخذ المدرس للرياضيات والعلوم اثنى عشر جنيها ومدرس للغة العربية والدين يأخذ أربع جنيهات فكانت دائما النسبة تقريبا ثلاثة أضعاف فمن ذا الذي يريد إذن أن يدرس ابنه في الأزهر ليكون بعد ذلك مدرسا في اللغة العربية أو مدرسا للدين إلا إن كان رجلا عنده هدف وغاية ويريد أن يحافظ على دين قومه وإسلامهم ويريد أن يحافظ على اللغة العربية ويحث أبناءه على ذلك ويضحي لكن يبقى الضعيف هو الذي يذهب إلى هذه الكليات والمعاهد من صح التعبير لتخرج مدرسين باللغة العربية والدين الضعيف الفقير ربما الذي لا يستطيع ويذهب عامة مدرسين إلى المعاهد التي تخرج مدرسين في الإنجليزية والعلوم والحاسب أو الحساب ورياضيات إلى آخرهم هذه خطة ماكرة وماكرة جدا أيضا من الخطة الماكرة صنعها المستخرب الإنجليزي في مصر أنه جعل حصص الدين واللغة أواخر الحصص بينما في مدارس الإنجليزية والأوروبية في مصر تكون حصص ما يسمى بتبشير المسيحي حصص التنصير أو حصص الترتيلات الدينية صح التعبير تكون إما في الطابور الصباحي أو تكون في الحصة الأولى قبل الدراسة قبل بدأ الدراسة فيكون الطلاب مقبين عليهم نشطون مستعدون نفوسا مقبلة بينما المدارس المصرية تكون حصص الدين وحصص اللغة العربية حصص الأخيرة الطلاب يملون من طول اليوم الدراسي فيأتون إلى الحصة الأخيرة وهم في غاية من الملل والضجر لا يريدون السماع طبيعي نفسية الطلاب هذه هي فتوضع هذه الحصص في آخر اليوم الدراسي وهذه خطة صعبة وصعبة جدا طبعا للأسف شديد طبقت في مصر بقوة آنذاك من أصعب ما صنعه هذا المحتل الأجنبي أنه أتى بناظر في وزارة المعارف هو قس أو قسيس اسمه دنلب دنلب هذا تليت به مصر ابتلاءا كبيرا منذ بداية الاحتلال الأجنبي بالتقدير بالتحقيق التاريخي في 17 مارس 1897 يعني قرابة سنة 1304 هجرية وضع هذا القسيس المبشر كما يسمى وهو منفر خبيث كان خبيثا وعاتيا وضع سكرتيرا عاما لوزارة المعارف ثم رقي ليكون مستشارا في وزارة المعارف والمستشار في عرف بريطانيا في أي وزارة مصرية هو الوزير فإذا وقع مستشار بريطاني في وزارة المعارف فهو الحقيقة هو الوزير الحقيقي وهناك وزير مصري يعني ذرر مات في العيون وإذا وقع مستشار في وزارة الداخلية فهو وزير الداخلية الحقيقي ووزير الداخلية المصري جرت ذرر مات في العيون وهكذا نظام بتدعه الإنجليز فرقي بعد ذلك في حادثة جرت أخضع فيها الطلبة في 1906 رقي ليكون مستشارا لوزارة المعارف أي رجل أول في وزارة المعارف هذا استلم التعليم في مصر قرابة ربع قرن ربع قرن استلم التعليم في مصر وخرب التعليم تخريبا لا مزيد عليه هذا الرجل وألغى تماما دروس الدين والثقافة الإسلامية من التعليم العام وأبقى اللغة العربية ذرا للرماد في العيون وحول الدراسة إلى الدراسة باللغة الإنجليزية تصوروا أن هؤلاء الطلاب يدرسون باللغة الإنجليزية لغة المحتل فيتشبعون بحب المحتل وثقافة المحتل وحياة المحتل وطريقة عيشه وكان يعلمونا في المدارس أن أوروبا هي الحضارة أن أوروبا هي القبلة للناس أن أوروبا هي الجديرة بالحياة وأن طريقة عيشها هي الطريقة الكريمة وأن ما تفعله أوروبا هو الصحيح فصار الطلاب عند منفصان في دواخلهم بين أوروبا وما درسوه حول أوروبا وأنها هي كعبة الحضارة وأنها قبلة العلم وكذا وبين واقعهم وحالهم في بلادهم وارتباطهم بدينهم سألناك انفصان في الشخصية كبير وكبير جدا وهذا مكر كبير من دنلب ومن المحتل البريطاني عموما وكان المصريون لا يملكون لأنفسهم شيئا فناظر التعليم هو الوزير الحقيقي ومهمة الوزير المصري هو أن يصدق على نصائح الناظر نصائح كان بريطانيون يسمونها نصائح وكانت واجبة التنفيذ بالتهديد وبالقوة كانت نصائح واجبة التنفيذ ويقول أحد الكتاب المعاصرين لدنلب يقول إن التجارب العديدة أثبتت أن الفنيين في التعليم في مصر لم يكونوا إلا قسسا أمثال دنلب أو مستشريقيين متصلين بالكنائس أو بالاستعمار الغربي ولم يكونوا متجردين من الهوى والغايات أيوة وهذه طبعا تصريحات قوية وقوية جدا كانوا يلقنون أيضا تلاميذ في المدارس أن مصر بلد زراعي مهمته أن يبقى زراعيا وأن الصناعة بعيدة عنه وأنه لا يصلح لا تصلح مصر لأن تكون بلدا صناعيا مصر خلقت لتكون بلدا زراعيا هكذا يعلمون الطلاب في مسألة الجامعة المصرية كانوا يرفضون أن تفتح جامعة في مصر إلى 1908 صارت ضجة بثاث الروح الوطنية كما تسمى سأتي عليها إن شاء الله وتعالى فأنشأت الجامعة قبل ذلك يقولون أن المصريين لا يصلحون لأن يدرسوا دراسة جامعية ليسوا مهيئين بعد لدراسة جامعية تصوروا كيف المكر والخبث والضلال في كل شيء تقريبا نسأل الله العافية تمكن دنلب في خلال 20 عاما من تخريب العقول والنفوس والضمائر والعواطف من خلال سياسته التعليمية ما لم تكن تحلم به بريطانيا ما لم تكن تحلم بتحقيقه ولو بمليون جندي هذا تقرير لأحد المعاصرين لدنلب ولسياسة دنلب التعليمية في مصر وهذا طبعا وضع معلوم ومعروف يقول كرومر وكرومر هو المعتمد البريطاني في مصر الذي غير اسمه بعد ذلك المندوب السامي البريطاني وكان رجلا خبيثا جدا وحكم مصر أقرابة 25 سنة حكما حديديا فعليا يقول إن الحقيقة إن الشباب المصري الذي قد دخل في طاحونة التعليم الغربي ومر بعملية الطحن يفقد إسلاميته هذا يقوله عدونا وعلى الأقل يفقد أقوى عناصرها وأفضل أجزائها إنه يتجرد عن عقيدة دينه الأساسية رأيتم؟ يقول هذا عدونا العارف بأحوالنا و طبعا قال المستشرق جب والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب هو أن نتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب الغربي وعلى مبادئ الغربية وعلى التفكير الغربي هذا بشكل واضح أيضا المدرسون كما قلت لكم كانوا يتقاضون مدرسون الدين واللغة العربية مرتبات لا تكفي لحياة كريمة و أيضا كانوا لا يستطيعون تزوج من بنات الأسر كبيرة لأنه عندما يأتون ليخطبوا يقولون أنتم مدرس دين فيقولون لا ما نريد نريد مدرسا للحساب مدرسا للعلوم مدرسا استهزئوا مدرس الدين أو يرون أن مدرس دين لا يستطيع أن يفتح بيتا كريما ولا سننشئ حياة كريمة لابنتهم و يعني كانوا يعلمون الطلاب في المدارس أن اللغة العربية لا تكفي بحاجة العصر وأن اللغة متخلفة وأن اللغة قديمة وأن اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية هي اللغات القوية القادرة على أن يتعلم بها الطلاب ليلحقوا بالدول الكبرى و صارت اللغة العربية توجه لها السهام من كل جانب على هذا الوجه و أيضا الكلام طويل في هذه القضية و أنا وعدت في هذه الحلقات أن أوجز لأنه ما أريد أن أزيد عدد الحلقات عدد معين فتصبح غير معقولة في عددها لكن في حقيقة الحوادث التفصيلية ضخمة و صعبة على النفس و فيها بعض التفصيلات التي أذكرها لأنها مهمة و التجاوز عن بعض التفصيلات الأخرى هي مهمة لكنها أقل أهمية و في الوقت نفسي الوقت لا يسمح لذكرها كلها أيضا دنلب لزيادة النكال و وضع حصة الدين ضمن المواد الإضافية التي تحذف في جدول الصيف المختصر الذي يقتصر على المواد الرئيسة فيحذف منه الدين و الرسم و الأشغال اليدوية و الألعاب الرياضية فيظل في ذهن التلميذ الدين مقترم بإيش مستوى بألعاب الرياضية و بالتدريب الفني و بالأشغال الفنية و بالرسم هكذا يقللون الدين بهذه المواد للأسف الشديد أيضا التاريخ الإسلامي و الحضارة الإسلامية كلها تدرس بضلال كبير و تضليل متعمد للتلاميذ و أن أوروبا هي صاحبة الحضارة الأولى و الحقيقية و لا يذكر شيء عن الحضارة الإسلامية و لا يذكر شيء طبعا عن الاحتلال البريطاني لمصر و التدمير الكبير الذي جرى على مصر و الاحتلال البريطاني ما يذكر له و كل هذا ما يذكر لهم و للأسف الشديد هذا الذي كان يدرس للتلاميذ و أن أوروبا كانت لما كانت خاضع لسلطان الدين كانت جاهلة فلما تحرت من سلطان الدين عقب الثورة فرنسية تنورت و أصبح فيها التنوير و أصبحت فيها الحضارة يريدون أن يوعزوا للتلاميذ الصغار و المتوسطين و الكبار أيضا هذا ليبقى في عقولهم أن الإسلام دين التخلف و إذا أردنا نتقدم لابد أن ننبذ هذا الدين هكذا يصنعون و هكذا يفعلون و طبعوا الكتب بما يوافق منهجهم و جاءوا بالمدرسين الإنجليز الذين يوافقون منهجهم و طريقتهم و درسوا الطلاب المصريين و استطاعوا بعد ذلك أن يجعلوا المدرس المصري يقوم بمهمة المدرس الإنجليزي و يردد ما يقوله لأنهم أنشأوا نشأا على يد الإنجليز المدرسين الإنجليز هذا النشأ صار مدرسا بعد ذلك صاروا مدرسين يدرسون الطلبة فلن تعود حاجة للمدرس الإنجليزي أن يأتي و يقول هذا الكلام صار مدرس المصري هو الذي يقول هذا الكلام هو الذي تربى عليه و لا يعرف غيره انظروا إلى هذا الخبث الطويل و هذا نوع من التحريف الكبير الذي جرى على التعليم في مصر و نوع من التغيير الكبير في مناهج التعليم في عقلية الطلاب و عقلية المدرسين في مصر لينشئ جينا لا علاقة له بالدين أو لو علاقة أن الدين فقط في المساجد و في الصيام فقط و في الحج و و في الحج ليس له أي علاقة بالحياة و سأتي على تفصيلات أخرى في جوانب أخرى إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة لما تبين مدى جريمة الاحتلال البريطاني و مدى تغلغ الأثره في مصر آنذاك إلى اللقاء السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته